أشارت مقالة وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إلى أن مختبر فورد ديتريك البيولوجية هو مركز أبحاث الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة وهناك المئات من هذه المعامل البيولوجية ولطالما اشتهر مختبر أبحاث الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة بتاريخه المظلم من الحوادث الأمنية خلال الحرب الباردة كان مختبر فورد ديتريك البيولوجي هو الموقع الرئيسي لإجراء التجارب على الجراثيم القاتلة وفي أغسطس من عام 2019 تم إغلاق مختبر فورد ديتريك فجأة لعدة أشهر ومع ذلك رفضت الولايات المتحدة مراراً الإعلان عن أسباب إغلاقه لدواع تتعلق بالأمن القومي لذلك من المعقول طلب إجراء تحقيق فيما إذا كان فورد ديتريك مرتبطاً بوباء كوفيد-19 وأضاف المقال أنه في عام 2019 قبل اندلاع وباء كوفيد-19 في مدينة أوهان الصينية كان هناك ارتفاع غير مسبوك في عدد الوفيات بسبب الإنفلوانزا في الولايات المتحدة فأي من هذه الوفيات ناجم بالفعل عن كوفيد-19؟ هناك شكوك مختلفة في مختبر فورد ديتريك البيولوجي ومن وجهة نظر إمكانية تتبع منشأ الفيروس هناك أسباب لطلب التحقيق في مختبر فورد ديتريك ترجمة نانسي قنقر